قال النائب مصطفى سالم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن العالم يشهد ظروفاً اقتصادية صعبة أضف سالم أن هذه الظروف تضع صناع السياسات النقضية في موقف استثنائي بسبب حالة عدم اليقين كلنا شايفين الظروف العالمية اللي بيمر بها العالم كله التدعيات المتلحقة، فيروس كورونا، ثم موقع التدخم للأسعار العالمية، ثم الحرب الروسية الأوكرانية طبعاً وضع السياسة المالية بيتعرضوا لضغوطات شديدة لأنه في حالة عدم يقين يعني مش عارفين الظروف دي هتنتهي إمتى الظروف دي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل دول العالم ومصر طبعاً جزء منها العالم جزء لا يتجزئ، تأثرت بشكل كبير بهذه التدعيات هذه التدعيات ترتب عليها، يعني من أهم التدعيات اللي ترتبت عليها رفع أسعار الفايدة وبالتالي رفع مستوى يعني الدين العام وأيضاً أثرت على أسعار المواد الغذائية، نقص المواد الغذائية وردفع في الأسعار أثرت على سلاسل الشحن، أثرت على تكلفة النقل، على أسعار الطاقة كل الظروف دي أثرت على مستوى عجز الموازنة ترجمة نانسي قنقر